في آخر رسالة ميلاد له كرئيس للولايات المتحدة باراك أوباما يتوجه للأمريكيين بالتمسك بالقيم التي توحدهم مهما كانت معتقداتهم مذكرا بمعتبره إنجازات حققها خلال ولايته الرئاستين زاعما أن البلاد اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليها عبارات مقتضبة فقط تهنئة بالعيد لمسيحي أمريكا كاد أن ينساهم الرئيس الأمريكي في خضم كر وفر سياسي حيث أغرق العالم بشكل عام والمجتمع الأمريكي بشكل خاص بالتشكيك في الهوية بين مسلم ومسيحي ومعتدل وإرهابي حتى ذهبت البلاد إلى حالة انقسام حد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أعقاب حملة انتخابية رئاسية قاسية فاز فيها الملياردير دونالد ترامب في العشرين من شهر كانون الثاني القادم يقول العالم لأوباما هذه المرة الوداع لسياسات أمريكية أثارت الكثير من الجدل بين الأوساط السياسية والاجتماعية سياسات أدخلت العالم في دوامات حروب على جماعات إرهابية مولها ودعمها البيت الأبيض وذلك لإحداث الفوضى في بلدان تسير خارج أهواء التيار الأمريكي لكن ولسوء حظ أوباما فشلت هذه السياسات في بلوغ أهدافها نصر حلب والذي يجمع عليه مراقبون وحتى بعض المسؤولين من داخل الإدارة الأمريكية كان دليلا كافيا على عجز أوباما في إنعاش صورة الولايات المتحدة الأمريكية